السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكا لكاترة معاكم فاطمة نتحدث لقتي على محاضرة الـ Child Abuse هي محاضرة خفيفة يعني ان شاء الله مش هتاخد وقت يعني ايه Child Abuse يعني الإساءة للأطفال أو أزيتهم قبل ما ندعي كده نفتكر أطفال فلسطين وأطفال سوريا والمسلمين كلهم ربنا يخفف عنهم ويرخي عليه مستكينة والله يعني اليهود الله يعني عنهم ينتقل منهم وينتقل من كله ظالم ومفسد في الأول كده هنتكلم على أنواع الـ Child Abuse وبعدين هنتكلم بشيء من التفصيل أو حاجة ببسيطة يعني على نوعين فيهم وبعدين هنتكلم في عنوان كده في الآخر على حاجة اسمها Sudden Infant Death Syndrome هي حاجة وسيتة برضه إن شاء الله مش هتاخد وقت طيب ايه هي أنواع الـ Child Abuse أول حاجة الفيزيكال يعني معناها أن الطفل بتأذي جسمانيا الطفل جسمه بيوجعه البترد بيبي سندروم يعني الطفل جاي مضروب مضروب أو فيه في جسمه كدمات أو فيه في جسمه وحاجات من دي تليل إنه هو بتضرب كتير أو بشكل وبشكل كرونيك يعني يعني الطفل في جسمه حاجات واجعاء أو ألماء والأم مهملة ومشارات تكشف عليه غير بعد مثلاً 3-4 أيام تفكر تكشف عليه والموضوع ده بشكل كرونيك يعني المميز للفيزيكال إنه هو بشكل كرونيك طيب تاني نوع تمام؟ تالي حاجة الـ Emotional أنا بأزي الطفل يعني معنوياً أنا بهينه بفضل كلام يزعله verbal أو behavioral أنا بعمل حاجات تدايقه المهم يعني ده نوع من أنواع الـ Child Abuse رابع نوع الـ Impulse أو الـ Angri هموصيد النوع ده يختلف عن الفيزيكال في إيه؟ إن أنا خبطت يعني مش أنا يعني الشخص المؤذي ده خبط الطفل خبطوا خطة يعني عمله أكيوت روما يعني قتلوا بسببها قتلوا بسبب الخطة دي هو مش بيأزيه قبل كده يعني هو ما فيش عنده آآ هو ما أزوجه قبل كده بس الطفل عمل حاجة معينة والشخص المؤذي تتعصب عليه وعمل له أكيوت روما تسببت في قتل الطفل ده فدي بنسميها أو أنكري هوموسايد طيب في النوع الخامس اسمه جنت الهوموسايد ده زي وزي كده بس هي إيه؟ الأم قتلت بشكل جنت شوية هي غالبا بتكون الأم هي اللي بتعمل جنت الهوموسايد ده تكون مخنوقة ابن ابنها متضايقة منه فبتكتب نفسه بتعمله أو بتكتب نفسه على الشيست بتاع هي بتكون شهيلاكي ده وراسه موجودة على الشيست بتاعها فبتروح الضغطة على راسه دي كده ما نفسه فهي كده أتلته بس بشكل جنت الياني تمام؟ ده النوع الخامس آخر حاجة بقى حاجة اسمها اللي شاكين بيبي سندروم إنما بيمسك الطفل يفضل يهز فيه يعني بالمعنى اللي احنا نقوله كده الهاشتك بيفضل يهاشتك في الطفل ويحركه وطالع نازل لغاية ما بيحصل هيموريج وده بيكون يعني هو مش قصد بس هي دي بتحصل غصب عنه هيكلم هنا على هي عبارة عن هي بتحصل في بس لأنه محدش يمسك يعني الطفل كبير ويهاشتك هيا غلو بتحصل في تمام؟ الطفل بيجي يعني هنا الشخص بيفضل شايل الطفل يفضل يحرك فيه يمين وشمال وفوقه تحت فالبريل عمال يخبط في الاسكال وراء وقدام يخبط فيها من هنا ويرجع يخبط فيها من وراء فبيحصل هيموريج او الارتريز اللي هي موجودة فوق السبرفيش اللي كده موجودة في وتعمل هيموريج فالطفل بيجي بيكون في حالة انكونشيس اللاسكال بتاعب سليمة ما فيش فيها حاجة فلما احنا بنعمل شيست اكس راي بيبن بقى ان في هيموريج جوا اه تمام الاتيولوجي قلنا بيحصل بيمسك الطفل دي يعني بشكل عنيف او بشكل شديد بيمسكه من دراعه ويهزه جامد او من رجله او كده تمام الطفل هيجي للهوست تلبيج وكلوز السكال تمام ما انا مش شاف حاجة فيها بس تمام كده اتكلمنا على نتكلم بقى تاني على الفيزيكال او النوع الاولين اللي احنا سميناه ممكن نسمي اسم تاني اللي هو يعني ايه يعني انا قاصد اقزي الطفل ده يعني هي مش حاجة وحصلت بالغلط مرة وخلصنا لا هو كل مرة قاصد يقزيه طيب اه معناها ايه هي عبارة عن يعني الطفل جاي يعني الطفل جاي مريض مش حال لديد مثلا او كده لقى الطفل جاي صاحي وعايش بس طعبان بيبقى فيها للطفل ده يعني ايه يعني الشخص المؤذي وليكن مثلا اللي اب الطفل الطفل عمل حاجة بسيطة فرد فعل الاب ده كان على الفعل الصغير للطفل عمل طفل مصلا انتصر كوباية فهو رح حرب طوم علق ومعرش عمل في ايه فده رد فعل كبير قوي على الطفل ازاي ده اه طيب الدايجنوزز اه انها هنعمل ازاي اول حاجة هناخد وطاني حاجة هنعمل وبعدين هنعمل اول حاجة اه غالبا الطفل اللي بيكون بيكون طفل اقلم سنتين وغالبا بيكون في الميل اكتر من الفيميل والسوشيال غالبا بيكون في الطفل هيجي او الام بقى او اي ان يكون اللي هيجيب الطفل ويجي هيبقى الطفل اللي قدام هيكون عنده هو اصلا هيتأخر على ما يجيبه طب انا عرف ازاي ان الطفل ده نتأخر انه هيكون في اه في جسمه معادها يعني مثلا اللون الكادمة لونها مثلا لونها اخضر فانا عارفة ان اللون الاخضر ده بيحصل في اليوم الرابع او السادس فانتي كده تخرت على ما جبته فانا هعرف كده ان الطفل جيد ليد يعني هي بتقول كلام مش واضح كلام مش مربوط ببعضه وما بيكون ش فيه علاقة بين الكلام اللي هي بتقوله او الرلاتف بيقوله والكلين اللي قدام فغالبا كده انا بعرف من ده ان دي اوحلة تمام يبقى انا كده خدتي حاجة بعمل اول حاجة بشوف بتاعته بلاقي الطفل عنده مش عنده حاجة يعني انا شايف قدامي بس انا مش لاقي السببب لده فمفيش مبرر غير ان غير ان الام دي مهملة او مش بتاكل كويس طيب تاني حاجة غالبا بيكون يعني الدرب مسلا بيكون على الجلد عموما في اي مكان في البون في ال بس هو اشهر مكانين بيجي فيهم اتنين اس اللي هما تمام انا كده شفت تاني حاجة شفت تالت حاجة هشوفها الطيبس بتاعت الانجري بقى يعني هو جاي باكيوت انجري تمام هو جاي مخبوط او عنده كسر في العظمة الفلانية فوانا بكشف بقى لقيت في دي اللي واجاي بيها في ده بتبقى عبارة عن خلاص انا عارفة ان الكادمة في الاول بيكون لونها احمر وبعدين بيكون لونها اخضر بعدين كل لونها ازرق بعدين او تصفر فالكادمات بقى هلاقي الطفل في جسمه مسلا اكتر من كادمة وكل كادمة بلون مختلف او هلاقي كسور معينة وكل كسر في مرحلة مختلف فده بالنسبة كبير اعرف ان دي حالة طيب اللي سكيل لما بص عليها هلاقي في اثار حرق واثار الطفل كأن جلده دي اللي هي مزلوخة يعني او كده والسكيلوتون لما اجي اشوفها هلاقي فيها وغالبا الفراكشور دي بيكون في دراعه او بالنسبة كبيرة بنسبة سبعة 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 في المية ممكن تيجي في ممكن تحصل في النغو بنسبة تلاتة وتلاتين في المية وفي من نسبة في القفص الصدياني تبقى بالنسبة قليلة لان من العضم اللي بيستحمل الدرب شوية في الاطفال يعني هو ممكن ياخد خطة فيها العضمة ما تتكسرش فنادر لما العضمة تتكسر في طيب اه احنا خلاص قلنا احنا فين في هيجي معاها هايجي معاها وانا هنبص على هنلاقي فيها الحاجات دي هنبص على هنلاقي هنلاقي الكسور في الاماكن دي هنبص على ممكن تكون في يعني غالبا لو الطفل جاي به قلنا بيبقى فيها بسبب ممكن يكون فيه في ممكن ما يكونش فيه وغالبا ما بيكونش فيه طيب لو الطفل جاي بقى ضمن غالبا بتكون في ده اشهر مكان بيحصل فيه هي تخبطه في بطنه مثلا في الناحية اليمين فتعمل في ممكن تخبطه بشكل عام في اللي هو الغشاء ده في يتقطع الغشاء ده اللي هو المزين ده اللي مغطي ده ممكن يتقطع المهم كل ده بيحصل بسبب الخبطات اللي ممكن الطفل ده ياخدها طيب ده ده هليقي عندهم في غالبا بتحصل قولنا في وفي حاجة منوع معين اللي هو بيحصل في ده دليل كبير قوي ان الطفل ده او الحالة اللي قدامي دي بنسبة تقريبا 100% الحالة دي لان يعني الاماكن دي مش بيحصل فيها كسور في العادي يعني محدش بيحصل كده بتكسر في الابيفس ده مخبوط في رجلية مخبوط مش واقع طيب بلاقي خلاص قلنا قلني بس هي بتديني بنسبة كبيرة قوي ان الحالة دي تمام لكن هو عادي ممكن يقع اكتر من مرة صدفة بس دي نادر لما بتحصل يعني طيب اه 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 شخاص ان الحالة دي طيب ايه بقى اللي ممكن يسبب الدست اول حاجة الهيد انجرس دي اكتر حاجة ممكن تسبب الدست في الاطفال انترا كرينيا الهيمروج دالة ما تلاحقش خلاص طيب تاني حاجة ممكن تسبب الدست الابدومن خلاص ده تاني سبب ممكن يسبب الدست تالت حاجة او دي اللي قلنا الحروق او كده اما الطفل اللي في امهات يعني انا مش عارفة ده ازاي ممكن يحصل يعني بس امه مسلا ممكن تحط ابنها تحت ماء سخنة لفترة انا يعني دي حصلت ومع معرفش هي مدركة ولا لا بس ام تحط ابنها تحت الماء سخنة كده لفترة وتسيبه فده طبعا يعني ده بيسبب في ممكن يدخل الطفل في شوك ممكن يعمله وكل الحاجات دي الطفل ممكن يموت بسببها في الاخر يعني دي اسباب الدست في حالة الطيب لو لقدر الله بقى خلاص الطفل ده جاي اصلا ميت يعني انا باخد منه عينة باخد بقى هلاقي فيها الحاجات دي كلها لما اجي عملها هلاقي برضو اه عملين نقول نفس الكلام هنلاقي فيها اكتر حاجة غالبا هنلاقي الاسريش ممكن تحصل تمام يبقى احنا كده خلاهية كده خلاص خلاص خزت نرجع بقى عليها تاني بسرعة قلنا انواعها اه او قلنا ده اللي جاي باكيوت روما بس ما عندوش ما عنديش دليل هو فيه هو الطفل جاي باكيوت روما بس او جينة الهوموسايد دي قلنا الام بتتفس راس الطفل كده بتتفس ها في الشيست بتاعتها فبتكتب نفسه واخر حاجة الشيكين بيب سندروم قلنا الشيكين بيب سندروم هنعرفها ان هي حاجة في الانفانت بس يعني هي حاجة مختصة بالانفانت بس بيبقى فيها انتركرينيال بليدينج وريتنا الهيمورت ممكن ما يكونش فيه انجري في السقال بتيجي سليمة عادي اه الاتيولوجي بيحصل اه بنهيزه جامد او بشكل عنيف وقلنا الطفل هيجي انكنشوس والسقال بتاعته سليمة تمام هنتكلم بقى على البترد بيب سندروم او النان اكسيدينتال انجري سندروم او الترايلد ابيو سندروم بقى العادية هو اشعر نوع فيها يعني اه قلنا هيعبارها عن كلينكا الكنديشن بيجي فيها ريبيتاتف انتنشن تروما هو قاصد يأذيه كذا مرة ورد فعله بيكون اكتر من العادي على اي غلطة صغيرة الطفل بيعملها اول حاجة في الدياجنوزس باخد تاني حاجة بعمل واخر حاجة بعمل الفيزيكال هلاقي عندي غالبا بيكون في والسكيلتون قلنا هيكون عندي وفيها يعني بيكون في ومعها والسكيلتون قلنا اكتر حاجة بتيجي في والهيد انجري غالبا بيكون بسبب والأبدوم من الانجري قلنا اكتر حاجة بتيجي فيها هي بيحصل فيه لما عملها هلاقي فيها ومتبقى موجودة طيب قلنا اشهر حاجة بتموته الطفل تانية حاجة ممكن تموته والأبدوم من الانجري اخر حاجة او تالت يعني التالت اشهر سبب بيموت بسبب او تمام اخر حاجة نتكلم عنها بقى هي دي معناها ايه هنتكلم في الاول على حاجة اسمها نبزة بسيطة كده عن او موت الاطفال موت الاطفال ده بيحصل او موت الانفانت ده بيحصل بسبب باسباب معينة الاسباب دي انا هقسمها و و الطفل مثلا او حواليه برضو حاجة او حد قتل الطفل ده تمام احنا كده قسمنا و قسمناها كده كبيرة وكل تحتاجها اسباب معينة طيب لو الطفل بقى مات فجأة من غير اي مقدمات من غير اي حاجة وانا مش لقيها سبب معين لموت الطفل ده فانا بسميها الصادن انفانت دي سندروم الصادن انفانت دي سندروم دي ان اكسبلين دي افضر كومبليت بوست تيرم انفستيجيشن يعني الطفل اتوفى وانا عملت له بوست تيرم انفستيجيشن ملقيتش اي سبب معين يعني لموت الطفل ده فخلاص انا كده بصنفه ان هو صادن هحط بقى تحت الصادن انفانت دي سندروم طيب او بنسميها الاسمين دول مهمين اسمه كريب دي او الكوت دي تمام اه هو هي حاجة فاحنا مش هنسميه ايتيولوجي احنا هنسميه سيوري لان هي حاجات انا انا حطها او العلماء يعني حطوها بس هي هم مش قادرين ده برضو مش دليل قاطع ان ده سبب موت الطفل يعني هنسمهم لاربع ام وبي بي الاربع ام الاولى ملك او بنسميها يعني حطين ملك بس عشان حرف الام بس هي لأي حاجة يعني مش لازم الملك بس الطفل مثلا كان نايم هو ايه اللي بيحصل الاول ما عليش نسي تقول اللي بيحصل في الطفل بيكون نايم عادي ممكن يكون عنده ميلد ريستيريشن اا اا ابنورماليتيز يعني بس هي حاجات عادية الطفل مثلا عنده كحة طفل عنده ايا مش حاجات موت يعني ونام عادي والصحي ما مصحوش يعني هو نايم والصبح ما لقوه ميت يعني فخلاص احنا بقى قسمنا التيلوجا او سيار بتاعتها قلنا يكون ممكن يكون مثلا كان عنده حساسية من الملك اللي هو شربه ممكن يحصل له ممكن نقول هو نايم اتقلب مثلا على وشه مقدرش ياخد نفسه او في حاجة غطى مثلا جي على نفسه فكتمه ممكن نقول انه عنده في جسمه مالهاش سبب برضو ممكن حصل مصل هايبوتونيا حصل فيها هايبوتونيا مرة واحدة مش قادر يتنفس ممكن يكون حصل له ابنية وابنية دي ومقدرش يفوق منها ممكن يكون حصل يكون كان عنده بيرل برونكولايتس وبرونكولايتس وما حصل لوش يعني احنا مقدرناش نشخصها يعني هي كلها حاجات احنا حطناها في الاعتبار بس هي مش دليل قاطع ان دي سبب موت الطفل طيب الطفل هيجي هاخد هشوف هو غالبا قلنا بيكون هو هو الطفل تمام عادي ما حصلوش اي حاجة كان عنده بس هو لقوه الصبح ميت بتاعه غالبا بيكون يعني انا مش عارفة السطر ده اللي هسميته ايه بس هو بتاعه غالبا بيكون من سن اسبوعين لسن سنتين غالبا او بيكون في سن من واحد لسبع شهور واكتر حاجة بقى بيكون من شهرين لثلاث شهور يعني هو احنا معانا من اسبوعين من اسبوعين لسنتين وهنطلع منهم كده هنختص من الشهر الاول للشهر السابع وبعدين هنختص قوي قوي من الشهر التاني للشهر التالت تمام سقصاتي مش لازم ايش لازم نحفظ اه السكس غالبا بتكون في الميل كل دي حاجات لو حتسأل هي ليه في الميل احنا منعرفش هي كده هما الاحصائيات قالت ان هما في الميل حصلت اكتر من في ميل في التوينز بيكون غالبا بتحصل في التوينز يعني بشكل اكتر لان هما بيكون وزنهم قليل او اتولدوا بدري عن معدهم السيزون غالبا بتحصل في الشتاء السيشال كلاس غالبا بتحصل في بس هيا ممكن بتحصل في اي حاجة في اي عيلة عادي يعني الاوتوبسي او seus ال aíينة اللي بتتاخد من الطفل بعد ما يموت سبعين في المية من الحالات بيكون عندهم اي بيكون فيها قطعة كده اللي هي البعة اللي هي الدم الحمراء دي بتكون موجودة في ال بس دي بستبب اي احنا بردو ما نعرفش. هي بتبقى موجودة في سبعين في المئة من الحالات. نقص بسفك يعني هي برضو مش قادرة تحدد لي والطفل ده مات لي. آآ ربنا يعافينا ويعافي كل الاطفال يا رب. آآ خلاص هي كده المحاضرة خلصت ان شاء الله ما كنش طولت عليكم يعني.